بالنسبة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أتصور في ظل المؤشرات الاقتصادية الموجودة الآن أتصور أنه بعيد كل البعد يعني نحن بعيدين والحمد لله على مثل هذه المواضيع يعني الاحتياطيات رغم استنزافها بسبب الغلاق الذي حدث في أغسطس 2013 ولكن المؤشرات الاقتصادية الكلية نستطيع القول أنها جيدة يعني احتياطياتنا تتعدى لستين مليار دولار ولكن الهدف الأساسي يا دكتور فوزي أتصور أن المصرف يحاول أن لا يتم استنزافها يعني بمعنى آخر ما ينفعش أني في عام 2019 تكون احتياطياتي 55 والعام اللي بعد تكون 45 لا يحاول أن تكون الاحتياطيات النقد الأجنبي في ازدياد مستمر حتى ولو بشكل نسبي بسيط أضعف الإيمان أن تكون الكميات الداخلة من النقد الأجنبي تساوي الكميات الخارجة ولا يكون هناك استنزاف أتصور أن المحددات لعملية أن يكون هناك فائضا بالنسبة للميزان المدفوعات تحديدا وهو يمثل الصادرات والواردات من الكميات الخارجة والداخلة من النقد الأجنبي يتمثل في الآتي يا دكتور فوزي يتمثل في مدى الكميات المعروضة أو المبيعات المصرف المركز من النقد الأجنبي كيف أن يقننها أو كيف أن يرشدها والنقطة الثانية تتوقف على عملية مبيعات النفط يعني كم تنتج من النفط يعني لو رجعنا لعام 2012 1.5 معدل إنتاج طبيعي 1.6 في هذه الأثناء أنت بإمكانك الآن أصبحت لك حرية أكبر وبإمكانك أنك تصرف أكثر من النقد الأجنبي فهي العملية الآن مرتبطة بحاجتين للأسف شديد نتيجة أغلاق حقل الشرارة يعني هناك خصائر أيضا انخفاض أسعار النفط من جارب آخر وإنت عندك مخصصات لأرباب الأسر تقريبا 1500 دولار بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية يعني من ناحية اقتصادية أتحدث هنا أو ربما أتبنى رؤية المصرف المركزي الغير معلنة أتصور أنه ينظر إلى مثل هذه الأشياء في عين الاعتبار ولكن ذلك لا يمنع يا دكتور فوزي أنك تقوم بالتخفيض التدريجي لسعر الصرف أنت ربما لا تكون قادر يوفق ضل هذه المعطيات أنك أنت تكون قادر على تلبية كل المطلوب لمخصصات أرباب الأسر اللي هي تقريبا 11 مليار دولار ولكن أنك تستطيع أن تخفض قيمة الرسم بشكل تدريجي التخفيض التدريجي راه معناه ارتفاع في متوسط دخول الأفراد التخفيض التدريجي يعني ذلك تحسن معيشة الأفراد أنا من ناحية اقتصادية لو تقول لي في نهاية عام 2020 سيكون سعر الصرف في قطة مثلا دينار 80 أو دينار 90 أفضل من تعطيني كل سنة 1000 دولار أو 1500 دولار في القصة هي في القوة الحقيقية أو القوة الشرائية للدينار الليبي أنت هذا اللي تعمل عليه بشكل أساسي